بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم فرامسي قيد اليوم حبيتنا نهدلكم على يعني يعني هذا الكيست مقارنة بش الشعيره كما قولوا احنا في الاسم الشائع بالدرجة هذا على كل حال ينضو في العين على شكل حبة بالصحة وشنو الفيزيو باطولوجيا ولا سبب المرض تحمل مختلف تماما برميار من الشعيره نبدأ بالشعيره الشعيره يوجد انفكتشون يعني مرض التهابي و تعفون سببه بكتيريا تأتي في هذا ال البيل ب هذا الرسم تحتى الشفرة وتتموضع وتشكلها التهاب و تعفون بكتيريا لكل حال جنرالي هذا الطفل وكوك صحة بالصحة الشالازيون الشالازيون هي انكيست ما الاختلاف يعني الاختلاف الظاهر أو لا لا الشعيره تلقوه يوجع يوجع بزاف سخون عنده الرأس صغير و يوجع يوجع بزاف و تجد العين سخونة و تجد أن تكون ميكروب و يوجع بزاف 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 يوجع بزاف و يوجع بزاف و يوجع بزاف لا يوجد مرض ميكروبي لا يوجد ناتج من الميكروبات كيف ينتج هذا الشلازيون؟ العين لدينا الدموع الدمعة عز وجل خلق العين هذه لكي لا يتبخرونه غلفهم بفين السائل دهني يكون هذا الفيلم الخيمال يعني الغلاف هذا للدموع لكي هذا السائل دهني الذي يتموضع فوق الدموع لا يجعلهم لا يتبخرون صحة الكموزيشن دي فيلم الخيمال من يأتي هذا السائل دهني هذا يأتي من الغدد الميبوميس يتموضع في أطراف الجوفون هكذا سوريبود ديبوبيا كما ركما تشوفوا في الصورة وهذك الغدد هذك يعني فيهم قنوات ديكانو ديكانو هذك يصبوا في الفلاكورني يعني فوق القارنية تالعين ويشكلون هذك السائل الدهني هذك القنوات من ذا كيتبوشاو كيتبوشاو يصر تكدس تاع هذك المادة وينا كميلاسون دي دراماتي ريبي ديك هذك تشكلنا لنا لشالزيون هذك الكيس هذك هذك هي يعني بغوص موضو بصفة عامة من يجينا لشالزيون وهذك الليكيد يعني بين قوسين كيفاش يفرز كموس في السيكريسيون تعله الليكيد هذك يعني في الرمشة العين الرمشة العين توفر قوة ميكانيكية يعني يعني محسوبة جدا يعني الله عز وجل يعني يدرها بقدر هذك القوة الميكانيكية تكفي أنها تعبز على هذك الليغران هذك بحيتي قدفو نسبة معينا ومحددة من هذك المدى دوهنية هذك 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 غرصو موضو قلنا كي تبوشا وليكانو هذك يبنى لشالزيون كي ين اكملاشن دو لاماتيار ريبيد هذك 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 وشيو اللي كي يكبر الكيست هذك وكين حاجة تانيك يعني متشابهين الشعير والشالزيون متشابهين بزدف حتى لازم الطبيب يدير من قدر نقوله يعني كورتيكويد وانتيبيوتيك أو الفيسيطان ميكولة المهم يعطيك انتيبيو تربي يقول لك إذا لم ترحل لك هذا الكيست عاود وليلي يتأكد بل الامر يتعلق حتما بشالزيون ومشي اوغج ومشي شعير لذلك جنرال موهج يعطيك عشر يوم لخمسة عشر يوم بعد يقول لك وليلي بعد إذا كبر ذريم وليست هدك ينحيه لك يمتي تيرير جيت عشرين دقيقة على كل حال هذه هي ذكرت الموضوع هذا خطر يهم نحنا فلوفيسين ولا النس يبيع فلوفيسين على البنب الامراض تالعين تسعين بالمئة ولا اكتر ما نمد لهم وليس نحن ندوا فلوفيسين نقول لهم روح الطبيب سواء جنرال سواء الطبيب الأعين المهم بس تحتم علينا في بعض الظروف دون ستحتم الإنسان سواء يكون في منطة قنائية ولا أي حاجة وين يمد من داك دي دي كولير ولا ي peut تريت بيان شر تكون كون كمبتنت في بعض 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 المراضي أفطان ميك داك على بها مليح ليس مليح بل لازم إنسان يكون يخدم في الأوفيسين يفرق بين غوص موضو تتلفل شوية يعني ان جنرال بين انشال و ان أورجلي داك هذي هي دونك في الأخير ما تنسى سبسكرايب لايك و إلى لقاء قدم شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته